اشتركوا في القناة والتي عاد لقبها لثلاثي مراد القزار وحاتم القباج وعلي بن لامين وسلمت سمو الأميرة للا مريم أيضا الجائزة للفائزة بالمركز الثاني لكأس للا مريم السويدية لين جرانت كما سلم سمو الأمير مولاي رشيد الجائزة للحائز على الرتبة الثانية في جائزة الحسن الثاني الأسترالي مارك هينسبي وبعد الإعلان عن أسماء الفائزين سلمت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم الكأس التي تحمل اسم سموها للفائزة بالرتبة الأولى لهذه الدورة السويدية مايا ستارك كما سلم صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد الجائزة الكبرى لجائزة الحسن الثاني للكندي ستيفان آمز وفي كلمة بالمناسبة أشادت السيدة أليكساندرا أرماس الرئيسة المديرة العامة للدوري الأوروبي للسيدات بالمجهودات التي يقوم بها المغرب للنهوض برياضة الغولف للسيدات والتي تتجلى في تنظيم كأس صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم بمشاركة أبرز اللاعبات المحترفات على الصعيد الدولي من جانبه أشهد السيد ميلر برادلي رئيس دور الأبطال لرابطة لاعب الغولف المحترفين باللاعبين الذين شاركوا في جائزة الحسن الثاني وخلقوا جوا من المنافسة القوية مبرزا أن أغلبهم يشاركون باستمرار في كبريات الدوريات العالمية أما السيد مصطفى الزين الرئيس المنتدب الأول للجامعة الملكية المغربية للغولف فأبرز من جهته أن الرؤية المتبصرة لجلالة المغفور لها الحسن الثاني كانت وراء قرار حكيم بإحداث جائزة الحسن الثاني للغولف وأنعم عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالرعاية السامية هذا وجرت أطوار الدورة السابعة والأربعين لجائزة الحسن الثاني والدورة السادسة والعشرين لكأس للا مريم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من السادس إلى الحادي عشر من فبراير الجاري